مساء الخير مساء الخير مستمرين في سلسلة حلقات رحلة الإيمان وهي عبارة عن منهج متكامل للتغيير وتكلمنا عن فكرة أن السيام 30 يوم فهو الأساس فيه 30 يوم ترويد للنفس وللإرادة وللتغيير بشكل عام العلماء سموا الخطوات دي منازل السائرين هم 10 أقسام عبارة عن 100 خطوة دول خطوات تحول النفس والقلب من القلب الغافل للقلب الزاكر الموصول بالله بنتكلم في الحلقات عن أكتر الخطوات اللي ما ينفعش نفرط فيها في الرحلة دي كان أول قسم بتدينا فيه كان اسمه قسم البدايات قسم بتحضر فيه نفسك وبتعدها للخطوات اللي بعد كده وأولها أنه بتتفتح لك أبواب مع ربنا زي باب الخوف والخشية والرجاء من ربنا الأبواب زي دورها أنها توصلنا لمنهج المعاملات السليم مع ربنا كانت أول خطوتين فيه هي المرأبة وبعدها الإخلاص وخطوة النهاردة التوكل والتفويد يعني إيه توكل؟ ربنا قال لنا أمر وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فالتوكل شرط للإيمان ليه شرط للإيمان؟ لأن دا اللي بيثبت حقيقة اعتقادك في ربنا مؤمن بصفاته وقدراته ولا لأ؟ عارف حقيقة ضعفك وحدود قدراتك فتلجأ لربنا وتستعين به ولا مش للدرجة دي علشان كده العلماء قالوا أن التوكل نصف الدين إياك نعبد وإياك نستعين الدين عبادة والسعينة العبادة بالسعي باتباع قوانين ومنهج ربنا في كل تفاصيل الحياة والاستعينة بإدراك أن النتائج مش بتاعتنا بتاعت ربنا فنتوكل ونفوض ونسلم إحنا لو أدركنا حقيقة معنى التوكل فمعظم أوجعنا اللي بسبب القلق والتشتت والتوتر والحسابات والانتظار هتهدى بس دا علشان يحصل محتاج إدراك حاجة مهمة قوي إن اللي بيوصلك للنتائج مش فكرة قدراتك سواء قدراتك العقلية أو المادية أو الخبرة العمرية دول أسباب وشرط ربنا شرطه علينا تحت قانون الأخذ بالأسباب ليه؟ علشان تتفعل فكرة وجود نتيجة أصلاً لكن النتيجة دي شكلها إيه ومعادها إمتى مش بتاعتنا يا ما ناس أخذت بالأسباب علشان يوصلوا لنتيجة بعينها وما وصلوش وغيرهم وصلوا وغيرهم وصلوا لنتائج تانية خالص ما لهاش علاقة بالأسباب اللي متأخذها دل إن النتائج عند ربنا هي تعتبر مخلوق لوحده منفصل بيتشكل حسب الأنسب لكل واحد والمنظومة حواليه للتحقيق الأصلح ليه وللي حواليه بالوقتي والبعدين وكل دا بشرط الأخذ بالأسباب وده معنى فإذا عزمت فتوكل على الله عزمت خلاص فكرت ودرست وأخذت بكل الأسباب خلاص درك خلص توكل على ربنا هيزبط لك أنسب نتيجة ليك حتى لو ظاهرها مش عاجبك ومش دا اللي انت كنت عايزه أو حبه لكن هتستعين وتتوكل على قدراتك لوحدك أو على مجرد أسباب هتكون نظرة قاصرة قوي يا ما اخترنا حاجات وما توكلناش صح وتفاجئنا بعدين إنها اختيارات مش مناسبة لينا ودي من تربية ربنا لينا بلطفه ممكن يسيبك تجرب تتوكل على نفسك واتدوق عواقب اختيارك وبعدها تستوعب قيمة التوكل اللي لو حتى النتيجة فيه مش على هواك هتحس بطمأنينة ورهة حد سأل أحد الصالحين متى يكون الراجل متوكلا؟ قال إذا راضي بالله وكيلا وده السؤال اللي نسأله لنفسنا هل راضي إن ربنا يبقى وكيلك؟ دي من الدرجات اللي عايزين نكتهد ونوصل لها إنك بحب وثقة راضي بتوكيل ربنا ومن بعدها تحب تدابير ربنا ليك التوكل درجات قالوا العلماء إن أقل درجة فيه إنك تصق في الله ثقتك في بشر موكله أمورك يقضي لك مصالحك إنك موكل محامي شؤونك لكن برضو بتناقشوا وبتراجعوا مش واصق ثقة عمياء لسه الدرجة الأعلى شوية إنك تصق ثقة الطفل بأمه والجوء ليه أحيانا الطفل بيعترض على كلامها بس ما بيشككش في حبها له درجة البعدها أعلى درجات التوكل شبهوا العلماء بإن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي مغسلة تمام التوكل والتسليم والتفويد التوكل ده سحر يغير حياتك تماما استشعار حقيقة معنى حزبي الله ونعم الوكيل نجاه لكل وجع وخوف وألم هو أعظم باب للطمأنينة هنتكلم عنه بالتفصيل مع دفوتنا الأستاذ الدكتورة راوية خليل الوعيزة بوزارة الأوقاف بعد الفاصل أهلا وسهلا بحضرتكم مرة تانية مكملين في خطوات سرنا في رحلة الإيمان وخطوات التغيير في رمضان وديفتنا النهاردة الأستاذ دكتور راوية خليل الوعيزة بوزارة الأوقاف أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور راوية احنا من أول رمضان مبتدين سلسلة حلقات خطوات السير إلى الله واتكلمنا عن خطوات تحضيرية للنفس قلنا من التوبة من اليقظة الاعتصام بالله معاني كتير تحضر النفس أنها تتفتح الأبواب مع ربنا وبعدها تدخل في خطوات إزاي نتعامل مع ربنا فأول خطوتين خدناها في التعامل مع ربنا إزاي كانت خطوة المرأبة وتاني خطوة كتنبرح الإخلاص النهاردة التوكل التفويد التسليم المعاني دي المقصود بيها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بداية هنأخذ الأرقى التفويد لأن التفويد دي من العبادات القلبية مش عبادة ظاهرة أنك تقدر تشوفيها أو عبادة قولية ممكن تسمعيها عبادات ظاهرة حركية زي أن أم أصلي أو أتوضى وعبادات قولية ممكن تسمعيني وأنا بذكر أو بستغفر لكن العبادات القلبية من العبادات الصامتة يسموها عبادة خفية صامتة لأنها بتبقى بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى لا يطلع على القلوب إلا الله سبحانه وتعالى التفويد في حده محدود جدا في معناه موافقة مراد العبد لمراد الله سبحانه وتعالى إزاي أخلي حياتي وقلبي كله موافق لمراد الله وخصوصا أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي عبدي بينادي على العبدي عبدي أنا أريد وأنت أريد وأنت تريد أنا عايز حاجة أقول ربنا سبحانه وتعالى أراد لي حاجة تانية عبدي أنا أريد وأنت أريد وأنت تريد فإذا سلمت بما أريد أعطيتك ما تريد والتفويد معناه أن الإنسان يكون على قناعة تمة بأنه خير خلق الله على الأرض لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم وربنا سبحانه وتعالى التكريم ده لو الإنسان أصبح يقينا في قلبه هيصير كل حركة الكون بنسباله وفق مراد الله لأن ربنا في أرقى حوار دار بينه وبين الملائكة لما قال وإذ قال ربك للملائكة إني جعلهم في الأرض إيه خليفة فالملائكة طبعا في هذا الحوار الراقي يعني قالوا إزاي نحن نسبح بحمدك ونقدس لك فربنا قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون فرقى سيدنا آدم أبونا آدم بالعلم عن الملائكة فلما رقى بالعلم قال لهم طب أنبئهم بقى بأسمائهم فجعل الملائكة تسجد لآدم فكانت دي البداية في الرقية للإنسان إن ربنا رقاه على كل المخلوقات وربنا ذكرها ولقد كرمنا بني آدم وربنا سبحانه وتعالى لما أسجد الملائكة عفوا لأبونا آدم كانت دي طرقية للجنس البشري وفي سورة البينة فأولئك خير البريه فلو اقتنع الإنسان بهذا الأمر أصبح مفوض وموكل ومسلم الأمر لله كله وخاصة إن كل الأنبياء مسلمين لكن الاختلاف كانت في الشرائع لكن كل أنبياء الله كلهم مسلمين ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور راوية إحنا معنا اتصال من أستاذة فاطمة أهلا وسهلا أستاذة فاطمة أهلا وسهلا بحضرتك اتفضلي هو ما فيش صوت هو الصوت بيقطع شبكة بتقطع ممكن تقفي في مكان في شبكة يا فاطمة لو سمعينا أو تتصلي بينا تاني معلش موضوع زي ما حارتك قلت إن من باب التكريم إن الإنسان يصق في الله إن الرب ده خلقنا بيه حبنا فمن باب أولى إن إحنا نصق فيه ونفوض أمورنا لي نعم طيب ربنا أقلنا على مراتب في توكل وحارتك قلت أرقى المراتب التفويد نعم وفي التسليم الفروقات ما بينهم التوكل على الله أنا باخد بالأسباب يعني أنا النهاردة جاية الحلقة لازم أهيأ نفسي وكون جاهزة استعدة ولابسة واخد عربيتي وجاية دي الخطوات اللي باخدها علشان أوصل وإن شاء الله الحلقة تكون نجحة ده ده التوكل الأخذ بالأسباب مع تفويد الأمر لله برضو يعني أنا بتوكل على الله ومن توكل علىه فهو حسبه أنا بتوكل علىه باخد الأسباب التفويد بقى دي عبادة خالصة في القلب أنا ما عملش حاجة غير إنه بقوله وأفوض أمري إلى الله دي بعد ما بنكون عجزنا عن الأسباب فبنفوض يعني ما فيش أسباب ناخدها أيوة في حالة العجز عن الأسباب بقى أفوض وليس أدل على ذلك من القرآن الدهولي من الأمثال سيدنا إبراهيم يداني به أعظم الأمثلة سيدنا إبراهيم لما كسر كل الأصنام بتاعة القوم بتاعه وقالوا إيه حرقوه مش حرقوه حرقوه عشان يبقى مشهد لا ينسى وعارفين طبعا أوقادوا النار ولا آخره وجابوا المنجنيق وألقوا بسيدنا إبراهيم والنار حتى كادت الطيور في السماء تلتهمها النار من شدة النار وارتفاع النار سيدنا إبراهيم وهو ما بين السماء والأرض ربنا سبحانه وتعالى أهبط له سيدنا جبريل فقال يا إبراهيم ألك حاجة سيدنا جبريل يا إبراهيم ألك حاجة فنظر سيدنا إبراهيم إلى جبريل قال له أما منك فلا يعني عايز حاجة أما منك فلا علمه بحالي يغنيني عن سؤالي هو أعلم فوض بالقلب لله سبحانه وتعالى فنزل في النار وكل بقى منتظرين يشوفوا بقى خلاص بودرة وانتظروا ثلاثة أيام تمر والبعض الروايات قالت أكتر من كده لكن احنا بناخد أقرب يعني وينظروا يجد سيدنا إبراهيم في كامل الصحة والسعادة هو فوض أمر إلى الله وقال لهم دي كانت أجمل أيام قضيتوها في النار إزاي كنت أبيته عند ربي يطعمني ويسطيني بإيه بالتفويد هو خلاص فشل في أنه هو خلاص يبنعهم عن الكفر فخلاص وأفوضه أمر بالله علمه بحالي يغنيني عن سؤالي كان في الوقت ده لهو مش مفوض من لهفته لسيدنا جبريل آه أنا خلاص ده أنا حعف لكن هو أعلم وكمان ربنا ليه يا نار كوني بردا وسلامة مش بردا بس ده سلاما على إبراهيم والقصص القرآني نيجي عندي سيدنا يعقوب يعقوب مدعاش ما هو التفويد مش دعاء التوكل فيه نوع من الدعاء وكلت وجهي إليك وأفوضت أمرك إنما التفويد بالقلب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله عمل إيه ربنا رجع له سيدنا يوسف ولم رجعوش رجعوه سبحان الله التفويد بيكون بالقلب لما جات أم موسى وخلاص وفرعون جاي وحيقتله موسى وهي البهب يرتجف إن كادت لا تبدي خلاص حتقول ده ابني وسبحان الله لو لا أن ربطنا على قلبها ربنا عمل إيه لما فوضت له الأمر وجعلنا فؤاد أم موسى فارغة فرغ العواطف من هذا القلب إزاي سبحان الله بأمره بين الكيف والنون فرغ العواطف من القلب فربط على قلب أم موسى فألقته في اليم بس كده ده جعل اليم هدهادة المية زي هدهادة أم موسى ويد أم موسى وقال لها إيه إن رادوا إليك وتحقق وعد الله طيب ممكن نقول في عجالة قبل التليفون معنا التسليم يعني حدرتك قلت كده التوكل والتفويد التسليم يفرق عنهم التسليم خلاص أنا أسلمت وجهي لله أنا عملت كل اللي أقدر عليه يعني يعني مرحلة ما بين التوكل والتفويد بالضبط كده مرحلة ما بينهم وبفوض الأمر وإحنا كلنا سمينا مسلمين عشان نسلم وجهنا لله سبحانه وتعالى تمام ربنا يبارك في حراتك يا دكتور ربيا إحنا معينا أم محمد أم محمد أهلا وسهلا سلام عليكم وعليكم السلام أم محمد زي حضرتك أخبر حضرتك إيه الحمد لله الحمد لله يا رب تكوني بخير طيبة طيبة يا سبت القلب وحضرتك طيبة أحبكم جدا والله والله إحنا يا محمد ربنا يبارك في حضرتك يا رب طيبة أول سؤال عاوز أعرف منهم أصحاب السبت مين هم أصحاب السبت تمام 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 سؤال أنا مثلا وأنا عمري مثلا بعض السنة كتجات للبريو دي فأيامي أنا قد صارت موسيقى دا فقلت بصمع فلما بقى عام 20 سنة أعرف فقابت بقى السنين دي كلها قابتت بالزيادة أو أو من وقتها وأنا بصوم مثلينه كميس وليالة كمرية الحمد لله بصر رجب وتعبان وفي المحرم تمام يعني بصمت جيد جيد فأنا عليك أفكار تمام يا محمد هنرد على حضرتك حاضر شكرا لك طالما قدت اللي عليك من أيام خلاص ولكن دايما احنا بنقول إن النوافل بتكون جابرة لكل شيء إيه المانع إن احنا بنستغفر عن حاجات عدت في عمرنا إيه المانع إن أنا أصوم عن أيام عدت في حياتي اللي فاتت مفيش مانع أبدا إن أقبل على الله بكل الطعام لكن هل في كفارة هي بتسأل في كفارة خلاص ما هي طالما عرفت خلاص عرفتها فلزم هي التزمت بالأمر خلاص أم الكفارة تبقى إمتى دكتور راجل؟ الكفارة هتبقى إمتى لما أكون أنا عارفة بالأمر يعني أنا دلوقتي في شهر رمضان هو ومريضة ومش قادر أن أسهم خلاص هتطلع عن اليوم ده أطعم مثلا أطلع فلوس حسب حالة الناس اللي قدام تمام طيب سؤالها الأولين أصحاب السبت من هم أصحاب السبت؟ طبعا هم كانوا فيها تحيلوا وبيرموا الشباك علشان يجيبوا الأسماك بتاعتهم يوم سبتهم لما ربنا حرم عليهم الصيد فهم دول من المتحيلين ودي دلوقتي من الحاجات اللي احنا فعلا بننادي بيها لكل الناس أنك دايما تكون في خطواتك لأي عمل بتعمله خليك واضح ومحدد لأن ربنا ضرب بيهم الأمثال لي لأنهم تحيلوا على الله سبحانه وتعالى سبحانه الله دي من المعاني اللي احنا غرقانين فيها موضوع التحيل ده في هي فكرة الوضوح ودرجات الصدر نعم معينا أستاذة فاطمة السليفون رجع أهلا وسهلا يا أستاذة فاطمة السلام عليك أستاذ السلام عليك الحمد لله تمام اتفضل حضرة ده كان عندي سؤالين سؤالي أنا واسأل لي بنت عمي اتفضل ماشي السؤالي اللي خصيني أنا أنا سمعت حياة كده عن سيدنا دوود والله أعلى وأعلم طبعا إنه وقم يصوم يوم يوطر يوم دي حاجة أنا سمعتها تمام تمام وكمان الوحدة ما بيكون صايم يبدأ مثلا نشط في العبادة وعنده هي مباش كسول كده يعني فأنا كنت عايز إيه أقلده أبقى زيه أصوم يوم ووطر يوم فطبعا والدتي هنا معطرة دانية ما تقول لي يا بنتي صحيتك يا بنتي مش عارف طبعا أنت بتتكلمي إن أيام السنة مش في شهر رمضان لأ أيام السنة كلها وشهر رمضان بس فأنا كنت عايزة من حاجة زي كده فأنا عايزة أعرف هنا حكم لأنه برضو لازم نطيع والدتي لأنه برضو من بر الوالدية فمش عارفة قطعها ومصومش ولا صوم ومطعهاش طب فاطمة أنت عندك كم سنة؟ عندي 20 20 سنة تمام يا فاطمة وإيه سؤالك التاني؟ السؤالي التاني بنتي بنتي عمي بس يعني يعني إيه مش عارفة بقولك الزينية مش عارفة بر والدها أصلا مش عارفة بر والدها إيه السبب يا فاطمة السبب إن هي إيه عندك وليدت حضرتك يعني كل حاجة عندها بدع يعني بايمة بدع عليها يعني بتعملها بقصوة يعني في كل حاجة فهي مش عارفة برها عشان ممتها بتعملها بقصوة أو تاني حاجة بنسبة لولدها ده حضرتك منه هي صغيرة أصلا يعني حوار والدها طوى من كم سنة إن هي مثلا وردتها بقيت أسلوبها وحش وكده وإن هي بتدعي لهم ده من كم سنة من قريب والدها بقى حضرتك منه هي صغيرة يعني أسفة في الكلمة كباية المية هاتية بانتجازة مش سامعة معلش والدها إيه معلش نعيد الجزء الأخير تاني والدها لما مثلا إن هي صغيرة يعني هي طلعة كده حتى كباية المية لما أرغب يقولها مثلا هاتية بانتجازة هاتية بانتجازة أصلا طيب عايزة أسألك سؤال يا فاطمة بعد إذنك هي بتعملهم بقى إزاي أو هي سلوكها إيه اللي بيخليهم يعملوا كده يعني حضرتك عندك والدتها الموقف ده كان قدام يعني أكسهم باللي يعني هي كان بتلمي هدوم ونزلة من على السلم وكان فيه لما أخذ جردة الزبالة كان محطة على السلم والدها كانت هتخرجه من الشقة وكده فهي بالغلط شايلة الهدوم ونزلة فرجلها عملت في الجردة الفوئة ربنا يعمل وثاء المهم يعني هي شلتها ودخلتها طبعا ردت على والدتها فقالت لها يعني ما كاملتش دحطة الهدوم لقيتها بتعاية قنسات وصالت العصر ثلت العصر لقيتها بتصلي ركعتين ركعتين فبقول لها العصر ما لهوش صنة قلت لها ده بتصلي ركعتين بتخفر لها ربنا فبقول لها لها قلت لها عشان أنا زعقت على والدتي وردت عليها طيب هي بتنفعل بشكل عصبي ولا برضو بتتجاوز بألفاز لأ هي لما بيجي يحصل حاجة دايما بتحطي في جماغة مثلا واحدة بتصلي وبتصوم لازم أن تبر وليها فلازم أن تستحمل بس الموضوع خرج جدا عن اللزوم خالص طيب تمام هنرد عليك يا فاطمة وإن شاء الله تكون سامعين أريبتك بإذن الله أول حاجة فكرة صيام سيدنا داود يبيسوم يوم ويفطر يوم هي بتسأل عن ده وبتقول إمكانية أنها تقدر تطبق دوا خلال السنة وممتها رفضة والله هو اللي حيتوقف على حالتها الصحية يعني الأم هنا مرآة شايفة بنتها هو طبعا كل الصيام جميل دا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب ما لم يستطع منكم البقاء فليتزوج وما لم يستطف عليه بالصيام فإن له وجاء الصيام من أجمل القربات إلى الله سبحانه وتعالى فإذا كانت البنت وعشرين سنة ما شاء الله يعني أهى طبعا مفروض عليها الصيام وتستطيع المانع أنها تصوم الصيام كله صحة وكله جمال بعدين هي بتقتدي بأحد الأنبياء مفيش مانع عبدالنها تصوم وتفتر دا شيء طبيعي لكن هل هي حالتها الصحية تسمع هل هي فعلا هتقدر فربما يكون معارضة الأم لهذا الأمر أن هي ظروفها الصحية غير سامعة هل ممكن يكون هي عندها يشرين سنة ولسه صغيرة فهل ممكن من باب أن الدفاع يعني بعزمة الشباب أنا عايزة أصوم كتير أنا عايزة أصلي كتير دا بيسبب أن مع الوقت يحصل فطور أو أن أنا لأ خلاص زهقت أو كده فده يبقى خطورته محتاج موازنة والله إذا كانت عزمة الشباب هتكون هدف للقرب من الله يا أهلا بيها أهلا بهذه العزمة يا حاجة جميلة جدا هيحصل فطور لكن زي النبتة بيروح الريح معاه وبترجع كما كانت لا طبعا يا عايزة طبعا يا بتقولنا أنا الوقت ببعصي مامتي لو ما عملتش كده مامتها رفضة لا هو بس الموضوع احنا عايزين حوار يعني موضوع آه أو لا احنا فيه حاجة اسمها أدب الحوار ولسه بقول لحضرتك أول حوار على وجه الأرض بين رب العزة والملائكة احنا عايزين نتعلم أداب الحوار من شرعنا الحنيف من الدين من المدرسة النبوة إزاي ما يقعدوش يدير بينهم حوار بتقتنع ببعض الأشياء وبترفض بعض الأشياء إنما القطع ده آه أو لا ما ينفعش احنا دينا دين الوسطية في كل شيء ودايما بتبقى النصيحة للأهالي طالما حاجة ما فيهاش حاجة غلط أو ضرر نسيب الطفل أو يعني الأولاد يجربوا بالضبط هم ممكن نفسها تحس إن أنا لأ ما بقيتش قادرة فترجع دايما الممنوع مرغوب فهي دي اللي بتخلي الأولاد طب أنا عايزة أعمل أو يعانده وهم مش واخدة بلها إن دا بيسبب لعندي هو دا بيسبب لعندي الأساس فعلا زي ما حالك بتقولي كل ممنوع مرغوب هي ما بتقولهاش أسباب رفضها بالعكس يعني أنا بتمنى لو الأم دي سمعاني تقعد مع بنتها دي حتة منك سبب تفهمها بقى الجوانب الفيسيولوجية والسيكولوجية وانت في الحالة دي وده وتسيبها تجرب أجمل حاجة بيستفيد منها الشباب أنه بيخود التجربة يخود التجربة مشكلة بقى قريبتها فكرة أن أهلها مش مراضين يخلوها تعرف تطيعهم أصلا لأن المعاملة صعبة جدا دا طبعا على الرواية اللي احنا سمعنا طيب هي أين كانت الرواية فإحنا برضو بنقول يعني للأسف الشديد الأسرة دي ربنا لما أراد يكون فيه أسرة وجعل آيات الزواج يعني بعد خلق السماوات والأرض يعني سبحان الله ربنا قال ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجها ليه يا رب ليه خلقت الأزواج وجعلت آية الزواج بعد خلق السماوات لعظم هذه الأمور لعظمها اللي تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الهدف الأساسي من الزواج هي الأسرة الأطفال اللي هتطلع النباتات الصالحة اللي هتخرج من الأسرة دي ليه تجمدت العواطف وتبخرت العواطف داخل البيوت ما عدتش فيه الجوانب الحانية فين الإيد الحانية للأم فين الحضن الدافئ للأم تحضن بيه ابنها وبنتها طبطبة الجميلة دي وإنها تتحسس على شعرها وجسمها والطبطبة ليه مالك يا حبيبتي فيه حاجة مزعلاكة واتقربها منها تبخرت العواطف وتبخرت المشاعر وما بناش نلاقي غير الجمود داخل البيوت والندية بين البنت وبين أمها وبين الولد وبين أبوه ده مش ده دينا طب الأولاد تتصرف إزاي لو ده سلوك الأم والأب حبيبتي كل الأديان دعت للرحمة وللألفة الأبناء الأم بالبداية هي البزرة اللي بتون بيتيها والأب الأبن تصرفه نابع من تصرف الأب مع الأم يعني هو لو شايف البيت ده قائم على أساس الاحترام العمود الأول الاحتواء ما بين الأب والأم كلمات الحانية والألفاظ الراقية واني أقوله من فضلك وقولي لو سمحتي إزاي حيطلع الولد بالشكل ده ما هم مازفينجة يمتصوا من داخل الأسرة الجميل يا دكتور راوية ان سواء فاطمة أو قريبتها اللي هي مقالتش اسمها انه هي عندهم وازة ديني بتقول بصلي عشان أستغفر أنا حسن بعمل غلط فيه ناس اللي هي بيقولوا بجاحة بقى لا أنت بتغلطي فيها ممكن بيردوا بطريقة مش كويسة على أهليهم فالحمد لله أنها عندها الوازع ده تتعمل إيه مع أهلها؟ هي تتصرف إزاي؟ هي لو عندها الوازع الديني هيبقى عندها بر الولدين رقم واحد حتى لو بتتأذي منهم؟ ده ربنا جعل طاعة الله من طاعة الوالدين الوازع الديني لو عندها بالشكل اللي هي الجميل اللي هي بتوصفه لنا على الرواية بتاعتها يعني لا هي رقم واحد عندها هيكون بر الولدين هي مقالت لها شكفر ده ربنا قال كده هما بقى طول الدنيا وربنا قال جعل طاعة الله من طاعة الوالدين وجعل العقوق من أسوأ الأشياء اللي الإنسان ممكن يعملها حتى لما جيه تكلم عن العاق وبدأ الناس الشراح يفسروا معنا العاق قال لك هو المرارة الشعور بالمرارة وعق الشيء أي شقه فإذا كانت عليها حاز الحجم من التدين وربنا صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش وبيكلمها عن مين؟ وبالوالدين إحسانة لا بتتكلمش ده ربنا دهك الدين اللي انت بتحبه وبتقربي وبتصلي وبتستغفري طب ده انت رقم واحد أطيع الله وأطيع رسول وأقول الأمر لا ده ما عليكش كده قال لك وبالوالدين هي الفكرة يا دكتور راوية إن هي كمان لو ندرك إن كل واحد عنده أسئلة بيمتحنها الأم دي عندها أسئلة وهي بتجاوب إجابتها بقى صحة أو غلط حسابها عند ربنا هي بنتها اللي هي بتعاني المعانادي برضو بتختبر وبتجاوب فكل واحد يجاوب بالطريقة السليمة اللي هيتحاسب عليها بعد كده دي كده دي أسرة ده أسرة ربنا وصينا الإنسانة بوالدين ده هي بس لو قاعدة تتفكر في الحمل والرضاعة وهي صغيرة وشارتها والآخر هي غزب لعناها لازم تخضع لأمها ساعات القصوى والإهانة بتخرج الإنسان عن شعوره يا دكتور راوية بس ده ما ينفعش في حالة الأم والأب لا ما ينفعش لا لحاش عز لربنا لما جي عبر عن عسيان الأف أصغر كلمة في القرآن أف لا ده عبارة عن هوى بيخرج من الأنف الأهالي اللي ما بتعانش كان فيه حديث فيما معناه أن الأهالي برضو لازم تعين أولادها على طاعتهم علشان كده قلتلك البداية بتكون من الأب والأم طبعا البداية من الأب والأم علشان الصمرات اللي بتخرج والبزور اللي خارجها دي تخرج صالحة يبقى البيت ده يتحقق فيه الأركان اللي الإسلام قاله السكن والمودة والرحمة والرحمة بين الزوج والزوجة هينطبع على كل الأولاد كله هيستقي والعلم حضرتك أجمل بيت هو البيت اللي فيه الرحمة فيه الحب وفيه الود هما دول الأساس للتعامل بيت دكتور راويا يعني يا فاطمة زي ما دكتور راويا قالت توصل لها الكلام وكمان برضو يبقى في بالك وإنتوا لسه عشرين سنة وفي بداية الحياة الحياة اختبارات وابتلاقات هي مشارط اللي بتلاقي جنة في مرض في نقص فلوس لا هي ابتلاقها دلوقتي في معاملة أهلها ليها هتصبر ولا لا خليها واسقة أنها لو صبرت وطبقت منهج الصبر زي ما قالت عليه دكتور راويا ده هيحول حياتها بعد كده تعمل نفسها مش سمعة تتغافل تذكر ربنا وقت وهي محطوطة في الموقف ده لازم ربنا هيوقع عليها الابتلاق برضو وسلام زي ما دكتور راويا ديت لنا مثال سيدنا إبراهيم بتكون الحسابات حاجة تانية خالص فتابعينا يا فاطمة وخليها اتبعنا ونشوف عملت ايه ان شاء الله بإذن الله ربنا يهدلها أهلها يا رب هستأذن حرطيك يا دكتور راويا نطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل بإذن الله أهلا وسهلا بحضراتكم ورة تانية مكاملين يا دكتور راويا في موضوع التوكل وسبحان الله هو حل لكل المشاكل يعني ساعات حد ييجي يقول يتعرض لابتلاق صعب يقول أستحمله زي وازبر ازاي يعني عكس الطبيعة البشري فييجي معاني التوكل والتفويد بتشيل عن الإنسان حاجات كتيرة قوي ربنا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال شرطية الإيمان التوكل شمعنا التوكل هو شرطية الإيمان مش أي حاجة تعنيه لأني أنا حطع كل ثقتي في الله سبحانه وتعالى أنا هقوله يا رب انت بقى اتصرف لي أنا خلاص توكل يعني احنا لو خدنا مثال بسيط جدا لو حد عنده مشكلة وراح لمحامي محامي فبيقوله أنا عاملك توكيل عشان وعشان وبيرتاح وده بشر زيك انت بتقول عاملك توكيل ده علشان تترفع لي في حاجة معينة وبتسيبه بقى وتقول يا ده أنا عملت توكيل النهاردة وعام بقى أو خاص مش هتفرق عملت توكيل فما بالك لو وكلت أمري لخالقي لرازقي لبارئي الله سبحانه وتعالى بقوله يا رب وكلت ليك الأمر يا رب دبر لي فإني لأحسن التدمير وأفوض أمري إلى الله ربنا قال إيه ومن يتوكل على الله فهو حسن بس كده هو الموضوع بسيط جدا رشدة العلاجية في التوكل إني أفوض بكل جوارحي الأمر يا الله يعني إيه فهو حسبه فهو حسبه وكيله وسانده هو اللي يحسب له كل حاجة كل حاجة سبحان الله ده ربنا من أسماء الحسن الديان بيشيل للعبد كل شيء عنده لكن الأهم حاجة قلبي حال إيه وأنا بتكلم هو ده يعني حضرتك المحور الكلام هو القلب أنا بتوكل فعلا حق التوكل لو أنكم تتوكلون على حق توكله لرزقكم كما يرزق الطاير تبدو خماصا يعني بتسعى وتعود بطانا برضو بتسعى مش فكرة أن أنت هترزق من غير سعى لا حتى تطير بتسعى نعم ماهو ربنا ادنا مثال بالطاير هي بتسعى في أعشاشها وأوكارها تبحث عن الغذاء ولكن هي أحسنت التوكل على الله فغدت ورجعت بطانا تاخدو خماصا وتعود بطانا ربنا ادنا المثال ده علشان نحسن التوكل ونحسن الظن بالله أنا عند حسن ظن عبدي به وداخل في التوكل حسن الظن بالله أنه هيعملي أفضل حاجة هي دي نقطة اللي إحنا محتاجين نكتسبها مع الوقت نعم والعلماء قالوا من التوكل نصف الدين نعم قالوا إياك نعبد وإياك نستعلم نعم إيه المقصود بأنه نصف الدين ربنا سبحانه وتعالى لما من علينا بصورة الفاتحة وجعلها هي أد القرآن بالضبط وقد قطيناك سبعة من المثاني والقرآن والقرآن والفاتحة الوحدة قد القرآن السبع المثاني دون ربنا من رحمته بعبادة جعلنا نقرأ الفاتحة سبعتاشر مرة في اليوم وإحنا بنقول إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد كل العبادة مصروفة ليك يا رب كل بس ليه إيه أعمل إيه قلبي ده صرفت كل العبادة ليه يبقى أنا عملت مراد الله فيه وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون حققت الطرف الأول يومي كامل خالص لله سبحانه وتعالى مشي يبقى راحة في مكان لله بقعدة يبقى في مكان لله بسمع يبقى ما يرد الله عيني لا تقع إلا على مراد الله بتكلم بيبقى في ما يرد الله يبقى أصبحت عبداً ربانياً يبقى أصرفت كل العبادة إياك نعبد لله وحده سبحانه وتعالى علشان أصل في رمضان ده إن أكون عبداً ملائكياً أقرب بقى من الله لحد وصل إلى مرحلة الملائكية ما كل حياتي لله وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون صرفت كل حياتي لله جو بيتي وأنا بفتح المفتاح وأنا دخل بيتي وأنا مشي كل لساني رطب بذكر الله أصبحت من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات فقلت له يا رب إياك نعبد كل العبادة أنا يقيني إن كل العبادة لك يا رب والاستعانة بقى منك تعيني على تبعات الحياة بكل ما فيها بقى يعني إي وإياك نستعين يعني ما نستعينش بحاجة غير ربنا إي مقصود بي هو ربي رب الذي رباني وخلقني ورزقني أنا ماستعينش أغير بالله زي إيه بالزبط يعني مثال صغير كده لو الواحد رايح مثلاً في مكان بيطلب وظيفة أو حاجة أنا راحة ما حطش اليقين تماماً إن فلان اللي حيعينني إن فلان اللي حيحطيني في المكان ده لا ده أنا راحة بقول ده وسيلة لكن إيه وإن كل شيء خلقناه بقدر هو قدر لكن أنا باخد بالأسباب علشان ما بقاش قعدة متواكلة ده أنا توكلت عليك يا رب وأنا دخل على الشخص ده بقول لي يا رب أنا توكلت عليك اعمل إيه حنن قلبه علي اكسر قلبه بين إيدي خليه حقق لي طلبي بس أنا راحة ومتوكلة على الله لازم أرجع مجبورة لأنه وكلت أمر إليه سبحانه وتعالى مجبورة بقت دي دكتور جاوية عشان إحنا بساعد بنفهمها غلط مش شرط على مزاجي هو اللي يتحقق مجبورة دي ممكن مرضية وحتى لو الموضوع ده مش خير ليه ممشيش لا عبدي أريد وأنا أريد وأنت تريد فزا سلمت بمؤريد أعطيتك ما تريد لازم يكون في تسليم ابن عطاء السكندير وربنا لو أغلق على الإنسان بابا بحكمته فاتح له أبوابا برحمته ما هي برضو فهم أعطيتك ما أريد الناس بتفتكر أنا عايزة راح أعشريني العربية دي لو ما جاتشي يبقى أني ربنا ما حقق ليش اللي أنا أريد ما نفكرش أنه ده مش خير ولماذا شرعت الاستخارة أين الاستخارة ما أنا جاية لازم أستخير ربنا يا ربنا مش ورد أروحه ولا ما رحوش هو أعلم ربنا اسمه علام الغيوب العلم كل عنده يسر للأمر هعمله ما يسره واش مش هعمله وليك أرح نفسك من الهم بعد التدبير هو يدبر الأمر وليك من آيات الكون أنك تنظري في ملكوت السماوات والأرض ربنا قال للسماء والأرض قال رب أعطيها طوعا أوكرها فأتينا إيه طائعين شو فيه بقى ملكوت ده ماشي بنظام دقيق ازاي عشان هم إيه سلموا الأمر لله سلموا لله دايما بنقول إن ربنا بيدينا اللي أنت بيديك اللي أنت محتاجه مش اللي أنت عايزه نعم وهي دي المقصود فكرة إن ربنا يديك اللي أنت تريده تريده دي اللي هو محتاجه بجد مش اللي ماشي على هواك واللي أنا عايزه فيه جزئية تانية مهمة برضو دكتور روية بنت لغبط فيها ساعات نقول أنا بسعى كتير ومش بوصل لنتيجة فالإنسان بيدي عنده لغبطة وأمور إيه بقى لازمة السعي عده مش بوصل للنتيجة اللي أنا عايزها لا ما هو ربنا سبحانه وتعالى إذا قبض عنك في الفانية إذا قبض عني شيء أنا بادعي بدعاء معين أو عايز حاجة معينة وملحة فيها ولكن ربنا قبضها عني يعني ما أعطى ليه أعطاها لك في الباقية إنما الدار الآخرة هي الحيوان فلازم أكون على يقيم بالله أنا بسعى وبامشي في الأرض فسير في مناكبها وربنا سبحانه وتعالى وسارعه وسابقه كل ده في الأرض لكن اللي ربنا كتبه لازم أكون تمام الرضا علشان ربنا سبحانه وتعالى قال أعظم باب للدخول عن الله هو الرضا عن أفعال الله حتى أكون إنسان راضي ونفسي راضية بكل عطاء الله سبحانه وتعالى لأن عطاء الله كل خير للإنسان سبحانه الله أتفضل أتفضل عطاء ربنا للإنسان كل خير لأن ربنا لو خلقتموهم نرحمتموهم هو أعلم بنا إحنا سيدنا موسى لما كان مر وقلت ووقف واحد عمال يدعي جنب الجدار يا ربي كذا يا كذا وكذا سيدنا موسى قلبه مفترة فبيقول له يا رب استجب لعبدك فلان قال له يدعوني بيديه وقلبه منصرف عني قلبه لاهي فأنا لما أكون على يقين بأن الربنا بيعملوا لي هو الخير هكون في حالة من ربنا ربنا هيدينا بصيرة نشوف النتائج التانية البدائل لاستجابة الدعاء مش اللي احنا بندعيه بعينه أم ربنا ليه قال وان يسلم وجهه لله ليه اختار الوجه نسلم وجهه لله ليه الوجه بالذات ما الوجه ده تعبير مغرفة القلب زي ما قوله تعبير عن كل ما فيه داخل الإنسان ربنا سبحانه وتعالى لما بيعطي للإنسان شيء بيعطيه نوع من الرضا بيبان على كل ملامحه الخارجية عشان كده عبر بالوجه ربنا سبحانه وتعالى لما سئل أحد التابعين بيقوله يعني أحد الأئمة بيسأل بيقوله في بعض الناس بتكون مش بيضة ولكن فيه وجهها كده نور وفيها قبول الناس دي ازاي قال لك هؤلاء خلوا بالرحمن فقذف في وجوههم نورا من نوره خلوا بالرحمن يعني ايه يعني وقفين تقول رب لك الحمد ولك الشكر احنا رضيين بقضاءك فربنا بيقذف في وجوههم نورا من نور ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله بالرضا عن أفعاله ما كل الأحد العلماء معناها بيقول النتيجة مخلوق تخلق عند وجود الأسباب ولكن وليس بسببها يعني يعني النتيجة بتتوجد لما أنت تاخد الأسباب لكن مش هي السبب اللي أوجدت النتيجة حيث ممكن تطبقين عشراحينا المعلمة أخد بالأسباب أنا قديت حضرتك مثال بأم موسى أكبر مثال هو لما ربنا قالها فألقيه راح ترميها في البحر أبدا ده صنعت بقى السبت عشان تتوكل بقى وتحسن التوكل على الله صنعت كده تابوت صغير كده أو سبت صغير على قد الطفل من الخوص بسرعة وسبحان الله بأمره بين الكاف وإنهون قدرت وراحت حطه فيه موسى هي عملت أحسنت التوكل على الله حطته في اليم واليم بقى أخده والقلب ده كان إيه كان فارغ ربنا فرغ الفؤاد من العواطف وفضلت المية تمشي وهي أم موسى سكت على كده ده قالت الأختها قصي تتبعي أخوك شوفي حيوصل لفين لحد ما وصل لأصر فرعون وربنا نزع العواطف من قلب أم موسى وقذفها بكل قوة في قلب امرأة فرعون فشافت موسى قالت قرّت عينني لا تقتلوه خلاص جه الأمر وحقق الله مراده بحسن توكله إن رادوه إليك المقولة دي والمعاني دي علشان محدش يخطر في بالنا أحيانا طب طالما كده كده ربنا مدبر أمر معين أنا ليه باخد بالأسباب فهنا دي كانت ترد المقولة دي فكرة إن انت مش هتعرف تحسن توكل ولا تقدر تشوف توفيق ربنا وبركته غير ما تاخد بالأسباب مش عشان تشترط على ربنا نتسيجة والذين جاهدوا فينا لنوع من الجهاد لنهدي أنهم سبنا نوع من الجهاد إن بجاهد وباخد بالأسباب ولكن القلب متوكل على الله يعني أنا جاية للستوديو وبقول إن شاء الله وحوصل في المعاني يا رب أعننا ووصلنا استعنت بيك يا رب أنك توصلني يبقى أنا جيت وخدت الحركة وهو الأخير وربنا سبحانه وتعالى أراد إنه يحصل مراد الله فكانت النتيجة نحن عادين في البرنامج فيحصل بقى التوفيق البركة المعاني اللي هي مرتبطة بفكرة إنك أخدت بالأسباب لكن مش مشترط على ربنا نتيجة لا محدش يشترط على الله قبل إن شاء الله إحنا طبعا بنكتب على الشاشة يا دكتور راوية كل يوم يعني إيه التطبيقات اللي نقدر نعملها عشان نطبق المعنى بتاع النهاردة فده إن شاء الله مكتوب كده بخطوات على الشاشة يا رب يقدر يعين المشاهدين بإذن الله ومن أجمل التطبيقات الذكر الذكر الله سبحانه وتعالى أيوة إحنا هنتكلم عن التطبيقات بس قبلها في فكرة الدرجات العلماء قالوا شابهوا بأمثلة لطيفة قوي فكرة إن فيه تلات درجات للتوكل عشان كل واحد حتى يطبقها على نفسه ويقيسها وفي أي درجة قالوا الدرجة الأولى أقل درجة إنك تسك في ربنا زي ما بتسك زي ما حردك قلت محامي لكن المحامي برضو هتسيجي إيه بشر وهتسيجي في النهاية ممكن تتنقشه لا إنت عملت ما عملت فتبقى ديك إنها علاقتك مع ربنا فيها نوع من الجدال حتى بينك وبين نفسك الدرجة اللي بعدها قالك تسك إن ثقة طفل في أمه أيوة ساعات بيتزمر ومتدايق لكن واثق إن دي ممتو خايف عليه وبتحبه قالوا المرحلة التالتة وهي أعلى المراحل ثقة الميت في يد مغسله نعم التلات معيني بقى والفرقات مبينة دي أعلى الدرجات ومش حوصل للدرجة التالتة إلا بالتسليم التام لله وده حيحصل إمت بقى لما أأنس بوجود الله يقولك إذا أنس أهل الدنيا بالدنيا فأنس أنت بالله حاجة على كل أنسي بالله كل كلامي مع ربنا كل حياتي مع الله ربنا اللي خلقني هو أعلم بحالي سبحان الله بسيدنا إبراهيم قاله علمه بحال يغنيني عن سؤالي هو أعلم بحالي يكفيني إن أنا هنكسر بين يدي الله وقوله يا رب من غير ما أقول حاجة يا رب أنت أعلم بما أنا فيه هو كفيل بأنه يغير كل شيء بأمره بين الكافي والنون فلازم الاستسلام التام لله كأن فعلا الميت في يد المغسل إنه ليس له حول ولا قوة علشان كده بنكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله أنا ليس لي حول ولا قوة إلا بيك يا رب تستوي معه وإياك نعمد وإياك نستعين يبقى أنا بأفوض الأمر الله بأوكل الأمر الله كل ثقة ويقيني في الله وعلى قدر الثقة وعلى قدر يقين وعند حسن ظن العبد ربنا سبحانه الله بالديني أنا عند حسن ظن عبدي يقيني بالله يقيني هو اللي حيقيني على قدر اليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى أحيانا يا دكتور راويا بنبقى متلغبطين هو أنا كده أخدت بالأسباب وخلصتها اللي حصل ده دي فعلا ربنا القدر وانا مفروض أفوض واستسلم ولا لسه فيه سعية تانية مفروض أسعى فيه بنطلغبط شوية في دكتور احنا هي الإنسان كله مخلوق علشان السعي فسيروا فيه مناكبها محددش بقى في كل وقت انت سيرة وانت بتغدي بكل الأسباب إمتى أستسلم أو مش أستسلم السلام سلبي إمتى أقول خلاص أنا كده أرفع إيدي أفوض أمري إلى الله لما كنت خبت بكل شيء وملقتش نتيجة في الحالة دي بقى خلاص يعني أنا عملت كل الأسباب الموصلاني للشيء ده مش عارف أوصله هقول له خلاص يا رب في حكمة أنا لا أعلمها فوضت الأمر ليك يا أحكم الحاكمين أنت ربي وأنت جاهي وأنت وكيلي فوضت ليك الأمر يا رب دبر لي فإني لا أحسن التدبير يدبر الأمر بقى من عنده وتجدي نتائج غير متوقعة علماءنا علمونا برضي دكتور رويا فكرة خطوات الأغضب الأسباب مش أن أنت بتيجي على نفسك وبتنهك نفسك وتقول تحلل زيادة عن نزوم والسعي بطريقة انهكب بطريقة وتقولي أن أنا بسعى ده بيتنفى مع مفهوم التوكل أو مفهوم التوكل على الله إيه شكل السعي المزبوط السعي المزبوط أنا باخد بالأسباب اللي ما ترهيقنيش يا حضرتك لقد كرمنا بني آدم اللي تحفظ لي كرمتك إنسان لا يبغي ليؤمن أن يزل نفسه نعم لأ عمري ما أهين نفسه ولا يزل نفسه أنا باخد بالأسباب الموصلة للهدف وبقول لي يا رب أنا توكلت عليك وباخد بهذا السبب وهذا السبب وبطرق هذا الباب وهذا الباب لكن فيه أبواب مغلقة مش مغلقة مغلقة موسدة وإنت مصر تفتحها بالعافية ما تفتحش إلا بحاونيه سبحانه وتعالى فأنا هنا بستسلم لله سبحانه وتعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في الحالة دي خلاص فوضت الأمر بس خدت بكل الأسباب وأنا ماشي بقى في عجلة الحياة لكن ما ينفعش إن أنا أعود فسيروا في مناكبة سيروا السير اللي هو الحديث تكملته بتاع رسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للمؤمن أن يضل نفسه قال وكيف يا رسول الله قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق فساعد بنيجي على نفسنا بحجة أصلا بيخد بالأسباب عشان بعمل اللي علي فزي محضرتك قلت إن أنا دي مش من علامات التوكل ومش من علامات التسليم إحنا بناخد بالمنطق بما لا يجهدني أو إن أنا ينتقص مني في شيء في مقولة لأحد الصالحين حد بيسأله بيقوله متى يكون الرجل متوكلا قال إذا رضي بالله وكيلا نعم فكرة إزاي نرضى بالله وكيلا أصلا يعني إزاي يعني في ختام المعاني دي إزاي نرضى من ربنا يبقى وكيلنا أرضى من ربنا وكيلي إن حفوت كل الأمور لله سبحانه وتعالى هو أحنا على فكرة حولها ندندن هي نفس الموضوع هو السابت رضيته بالله ربا والإسلام دينا محمدا نبيا ورسولا بالله ربا بقى يبقى في كل أمور حياتي وكلت له كل أمور حياتي لأنه لما ديت حديث مثال صغير في موضوع المحمة والآخره فتخيالي بقى أنا بحط كل حياتي لله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين دي لازم أقولها كل يوم الصبح كل يوم الصبح العبد لازم إن صلاتي ونسك أنا بفوض دي كل حياتي يا رب صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين فأنا سيبالك كل الأمور بس أنا برضو بياخد للأسباب وبحسن التوكل على الله إن اللي جاي لي ومش هو ده اللي أنا عزاء لا هو ده اللي خير النقطة دي مهمة جدا أنا سعيت على الحاجة دي بالذات بس جاي لي حاجة تانية يبقى هي دي اللي خير ليا وهي فيها الصالح لحياتي والصالح لمستقبلي وفي الحالة دي هيعمل ايه مع حسن الظن أنا عند حسن ظن عبدبي أحسنت الظن بالله حرض بالله وكيلا في كل قضاء ليا ودي الدرجات اللي تقالت إن الأول أنت بتجادل وبتقاوح وأنا متضايق وليه يحصل كده تاني مرحلة أنت واثق إن ربنا بيحبك بس أنت يعني على مضد موافق تالت مرحلة اللي هو التسليم التام زي الميت في يد مغسل الدرجات دي علشان نوصلها العلماء قالوا فيه تلات حاجات مهمين جدا يخلونا يعني نعلم درجات التسليم والتوكل قالوا أول حاجة الزكر المستمر بلا انقطاع يعني ورد يومي أو ذاكر ربنا بقلبك طول الوقت تاني حاجة التقوى تالت حاجة العلم يعني التقوى دي مش هتسيجي غير بعلم ومعرفة الله التعرف على الله إنه بصير إنه خبير إنه عليم التلاتة دول نطبقهم إزاي في حياتنا يا دكتور ربنا؟ العلم الأول أنه لازم ربنا سبحانه وتعالى لما قال الإنسان يكون تقي التقوى ده معناها أن كل أفعالي تكون على مراد الله سبحانه وتعالى أن يجدان الله سبحانه وتعالى حيث أمرني ولا يزيني حيث نهاني بمعنى إيه؟ لعلكم تتقون لعلكم تتقون التقي يعني إيه؟ يعني كل أفعالي تكون معروضة على كتاب الله وسنة رسوله الأمر ده في كتاب الله بنفس ده هل ده مراد الله في العمل اللي أنا بعمله؟ خلي بالك أن هنا في حالة محاسبة للنفس على كل عمل بعمله بقيسه على كتاب الله سبحانه وتعالى وفق مراد الله يبقى هذا العمل مرجعي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المدرسة النبوية هل أنا استقيت العمل ده من نفس الأسلوب اللي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الموقف؟ آه يبقى أنا هنا بعمل مبيني وبين ربنا ستري كده وبين عذابه يبقى كل أعمالي موافقة لمراد الله موافقة لكتاب الله موافقة لسنة رسول الله يبقى أنا بقيس ده العلم التقوى معناها إيه؟ أن تجعل بينك وبين كل بغضب الله سترا وحجابة موافقة لمراد الله سبحانه وتعالى أنا عملت وخدت بالأسباب وتوكلت على الله يبقى سبحان الله لابنا لازم يكتب لي النجاة ومش هشعر بالعمل ده إلا بعد مدة لما ينقضي وقت وقول ده كان ده أفضل حاجة لها ودي بتحصل مع كل الناس سبحان الله ودي من معاني نحن نقرر طول وقت حزبي الله ونعمى الوكيل ونستشعرها بمعانيها نختم الحلقة بدعاء يا دكتور راوية يريد نسمع من حلقتك دعاء يوصلنا يا رب المعاني بتوكين والتصم بالله الرحمن الرحيم اللهم يا واسع الفضل يا شديد البطش يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا من بيده ملكوت كل شيء يا من يجير ولا يجار عليه أسألك بأسماءك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سختك والنار نعوذ بك أن تمسنا النار اللهم اكتبنا من وطقائك في هذا الشهر اكتبنا من وطقائك في هذا الشهر اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راد عنها بلغنا ليلة القدر وأنت راد عنها اكتبنا من أهل الجنة اكتبنا من أهل الجنة اكتبنا من أهل الجنة يا ذا الجلال والإكرام حرم هذه الأكساد على النار حبب إلينا الإيمان حبب إلينا القرآن حبب إلينا الذكرى والدعاء يا أكرم من سئل وأجود من أعطى اغفر الزلات يا رب اللهم اغفر زلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلائهم منه أحزاننا اجعل القرآن ربيع قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام علمنا من القرآن ما جهلنا اجعله نورا لنا على الصراء ورفيقا لنا في القبور واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أكرم من سئل وأجود من أعطى يا ذا الجلال والإكرام اجعل أرواحنا الطيبة تتلقاها الملائكة أيتها الروح الطيبة اخرجي في روح وريحان ورب راض غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا حنان يا منان نسألك الجنة ونعيم الجنة وما يقربنا إلى الجنة أن تجعل آخر أيامنا وأجمل أيامنا يومنا القارب شكرا